بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة أنا دكتورة سوس الناجي التميمي وهذه قناتي إذا لم تكنوا مشتركين في القناة رجال اشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في هذا الفيديو إن شاء الله سأوضح لكم أنواع الفيتامينات هناك فيتامينات تدوب في الماء وهناك فيتامينات تدوب في الدهون الفيتامينس التي تدوب في الماء هي الفيتامين سي ومجموعة الفيتامين بي بينما الفيتامينات التي تدوب في الدهون مجموعة بكلمة الديك اي دي اي كي هذه الفيتامينات عندما أقول تدوب في الدهون أي إنه حتى تمتص يعني أنه هذه الفيتامينات لازم تأخذ مع الأكل ويكون الأكل فيه يعني نسبة من الدهون حتى تذوب هذه الفيتامينات بالدهون وبالتالي يتم امتصاصها بشكل جيد أما الفيتامينات التي تذوب في الماء هذه لا تحتاج إلى دهون حتى يتم امتصاصها يعني لا يجب أنه أن تأخذها مع الأكل وهي الفيتامين مجموعة الفيتامين بي والفيتامين سي مجموعة الفيتامين بي دائما يعني ممكن أنه تأخذها يعني كلا على حدة أو أنه في أغلب الفورمولاز تكون الفيتامين بي كومبليكس يسمى الفيتامين بي كومبليكس يعني مجموعة فيتامين با لماذا سميت مجموعة فيتامين با؟ لأنه هناك تندرج تحت هذه المجموعة يعني مجموعة من الفيتامين مثل الفيتامين بي وان والذي يسمى الثيامين والفيتامين بي تو الذي يسمى ريبوفلافين والفيتامين بي ثري الذي يسمى النياسين والفيتامين بي فايف الذي يسمى البانتوثونيك أسد والفيتامين بي سيكس الذي يسمى البايرولدوكسين والفيتامين بي سفن الذي يسمى البيوتين والفيتامين بي ناين والذي يسمى الفوليت وهناك ناس يعني كثير من الناس لا يعرفون أن الفوليت هو أصلا من مجموعة الفيتامين بي يعني عندما يكون مكتوب فيتامين بي ناين هذا هو الفوليت والفيتامين بي 12 الذي يسمى الكوبالمين هذه المجموعة هي مجموعة الفيتامين بي أو ما يسمى بالفيتامين بي كومبلكس ممكن أن يكون جزء منها موجود ممكن أن يكون يعني بعض من هذه الفيتامينات موجودة وهناك الكثير من الأمراض التي تتعلق بنقص كل فيتامين على حدة فهذه المجموعة مهمة جدا 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 والفيتامينات بالعادة يعني يجب أن تتناولها لأن الجسم لا يصنعها بالتالي يجب أن الإنسان يأكلها فإذا كان هناك نقص بهذه الفيتامينات سوف تكون هناك مضاعفات وأمراض متعلقة بهذه الفيتامينات فنأتي الآن إلى أهم يعني من أهم الفيتامينات الفيتامين دال كل الفيتامين مهمة طبعا ولكن الفيتامين دال هذا الذي يعني أنا قد تحدث عن في أكثر من فيديو بالذات هناك ناس كثيرون يعني يطلبوا مني أن أتحدث عن أمراض المناعة الذاتية أمراض المناعة الذاتية والسرطانات مرتبطة ارتباط كبير بماذا بنقص الفيتامين دال وهذا الكلام ليس يعني هكذا مجرد كلام وإنما كلام مثبت بالكتب العلمية وبالتجارب العلمية نقص الفيتامين دال له يعني علاقة كبيرة بأمراض بجميع أمراض المناعة الذاتية وكذلك بالسرطانات فهذا الفيتامين مهم جدا وحيوي جدا وأي شخص يعني يعاني من أمراض مناعة ذاتية لا بد من الانتباه لهذا الفيتامين والأفضل من ذلك هو ماذا تجنب حدوث هذه الأمراض من البداية يعني قدر الإمكان فيجب أنه تعدل الفيتامين دال قبل أن تدخل بهذه الأمراض لأنه تحدثت في فيديوهات سابقة كيف أنه عندما يخرب البناء صعب جدا أنك تعيد هذا البناء بفيتامين وهناك سوف تحتاج مثبتات المناعة وغيرها بالتالي لا بد من الانتباه لهذه النقطة فالفيتامين دال عندما تأخذوه يجب أنه تأخذوه مع الأكل ويفضل أن يكون هناك مثلا يعني نوع من الدهون عندما تأخذ هذا الفيتامين مثلا بعض الزيوت مثل يعني الأوميغا يفضل أنه مثلا عندما تأخذ الفيتامين دال تأخذوه معه لماذا حتى يكون هناك يعني وسط دهني حتى يذوب هذا الفيتامين كذلك عندما يكون هناك مشاكل في الصفراء مشاكل في امتصاص الدهون يتوقع أن الفيتامين التي ستكون ناقصة هي الفيتامين التي تذوب في الدهون وهي الـ A والـ D والـ E والـ K وهذه الفيتامينات مهمة جدا 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 في هذا الفيديو يعني أردت أني أوضح لكم أنواع الفيتامينات وبالتالي تكون يعني على علم يعني هذا الفيتامين أخذه مع الأكل أو ما أخذه مع الأكل إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله سوف أتحدث لكم عن كل فيتامين على حدة والمرض الذي يتعلق به في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وفي أمان الله